رسالة باختصار بعض الناس يتحسر على حياته ويبدأ يلوم نفسه ويخلي حياته كلها مقلوبة فوق تحت بسبب رؤية حياة المشاهير يشوف هذا المشهور مع سياره ومع فله ومعه 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 وصفرياته وروه فيبدأ يتحسر على حاله ويبدأ يقارن نفسه بحياة هذا الرجل يا جماعة الخير ترى ما يظهرون لو تجمع سناباتهم كلها ساعة وساعة ونص ترى ما تدريش فيه داخله ممكن إنسان تارك الصلاة وأنت تصلم ممكن إنسان عاق بولديه وأنت رجل منت بعاق بولديك وكذلك العكس وكذلك من النساء اللي ترى هالمشهورات في كل مكان ومسافرين ورايحة وجاية وتظن إنها حتى لو سافرت برا واللي ما ما حد يعقب عليها ولا حد يطرد وراها إنها عايشة حياتها وكل شيء لا لا والله لا والله دامك أنت مستورة في بيتك وساترة نفسك وعافة نفسك فوالله أن تسوأ أموال الدنيا والسفريات كلها ترى بعض المشهورات طاحت في الشبكة هذه فمعد تقدر تطلع شفي بعض المشهورات بعض المشهورات دخلت السوشيال ميديا بدت ينتزع منها الحياة والستر بالتدرج فلا تتمني والكلام موجه للجميع سواء الرجال أو نساء لا تغبط إلا من تراه موفق في الخير وازداد في الخير وعنده من ظاهر الحسنات وعنده من الخيرات ويثنى عليه فهذا اللي يتمنى أنك تكون مثله أسهل الله أن يساعدكم وأن يوفقكم لا تقارن حياتك بحياة أحد ترجمة نانسي قنقر